تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها هذا الدور الحالي في دور أبطال أوروبا دور الثمانية دور الانتقام بلا منازع نهائيين 2018 و2020 عم بينعادوا بايرم يونيخ بواجه سان جيرمن وذكريات النهائي الغريب اللي بدون جمهور السنة الماضية ونهائي 2018 عم بينعاد ليفربول وريال مدريد دموع محمد صلاح أخطاء كاريوس والثلاثية التاريخية لريال مدريد اللي بحسب كثير ناس ممكن ما نشوفها لخمسين سنة مرة ثانية نشوف فريق يفوز بتاله دور الأبطال وربعات هذا الدور دور الانتقام بس خلونا نحكي في تاريخ دور الأبطال الحديث من يوم ما صار اسمه شاميونز ليج كم فريق قدر ينتقم من الماضي لأنه كثير تيجي فرص انتقام وبالعادة ما بتنجح حندخل نسرد توب فايف الانتقامات في دور الأبطال أوروبا وكالعادة وانتو بتشوفوا الفيديو لو عجبكم بتتركوا لايك ولو ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم إصحابي نبدأ برقم خمسة برشلونة ومانشستر يونايتد في نصف نهائي دور الأبطال أوروبا 2008 كان موجود ريكارد كان موجود معاد شابي إنيستا ميسي ورقاء الذهاب عم ينتهي مع مان يونايتد في إسبانيا بتعادل سلبي وفي لقاء الإياب وفي الدقائق الأولى بولس كولز بيرسل صاروخ بيحطم فيه شباك برشلونة وبيتأهلوا الشياطين الحمر للنهائي وبتوجه باللقب بقيادة كريستيان رونالدو وتحت تدريب السير أليكس فريكسون والحياة كانت سخية وكريمة وسريعة مع برشلونة في السنة اللي بعدها جاء بيبي جوارديولا وقاد برشلونة قيادة تاريخية نحو نهائي دور أبطال أوروبا ليجد مان يونايتد اللي أخرجوهم الموسم السابق وفي النهاية كان اللقاء باستثناء أول عشر دقائق تقريبا من طرف واحد تقريبا برشلونة المتفوق الصاحق واللي قدري فوز بهدفين هدف إيتو هدف ليونال ميسي فكان انتقام سريع فوري من نفس اللاعبين ضد نفس اللاعبين تقريبا ومما أننا تكلمنا عن برشلونة لازم نحكي أيضا أن برشلونة تعرض لانتقام ولو تم تلطيفه شوي بلقاء الإياب الجميع بيعرف الر منتدى التاريخية ستة واحد على باريس سان جيرمان لقاء صراحة جرح باريس سان جيرمان للاسنين وجرح سمعته وشخصيته الأوروبية بس في هذه السنة وفي هذه النسخة لما جاء إكيليان إمبابي يلعب بالكامبنون خرج مضفر منتصر مسجل نتائج كبيرة أربعة واحد على برشلونة في الكامبنون مسح فيها أثار تلك الليلة الصعبة أكيد في الإياب شوي برشلونة لطة في الجو لكن بالمجمل أنك تيجي على ملعب يخسرت فيه ستة واحد وتطلع فائز فيه أربعة واحد هذا أبدا مش صدفة هذا أبدا ما بصير لنسميه انتقام والروح عرقم ثلاث وهو مش انتقام فريق هو انتقام شخص وبنتكلم عن جزء مورينيو في 2010 في دور الستة عشر انتر بواجه تشيلسي ومورينيو هون كانت هدوم برحة حساسة إلو لأن تشيلسي عين كارلو أنشلوتي لتحقيق الحلم اللي ما قدر مورينيو يعمله الفوز بدوري أبطال أوروبا قدر مورينيو بمجموعة المبارتين يشتاز تشيلسي وتقريبا تشيلسي كان مش قادر يلقى أي حل لدفاعات الانتر وتأهل مورينيو وخلال تأهله واجه مورينيو في نصف النهائي برشلولا مباراة كان واضح أنها ستكون متوترة في علاقة عدائية تكونت في تشيلسي بس كان في شيء آخر عن مورينيو مورينيو برشلولا رفضوا مرتين رفضوا مرة وحط ريكرد ورفضوا مرة ثانية وحط جواريولا فهذا اللقاء كان يحاول مورينيو يوصل رسالة لبرشلولا اغلطوا وقدر مورينيو في لقاء شهير في لقاء الذهب يفوز ثلاثة واحد ويصمد رغم النقص العددي باللقاء القياب ويخسر واحد سفر ويقدر يوصل اللقاء النهائي وفي النهائي علاقته مع فانجال كانت طيبة لكن قبل المباراة طلع تصريح اعتبروا البعض تحميل تجميلة من فانجال لمورينيو لما طلع قال أنا ومورينيو أصدقاء هو بالعكس كان مترجم وأنا حولت أنه مدرب فهذا الكلام حتى مورينيو اضطر يرد عليه بعد سنين ويقول أنا ما تعلمتش كثير من فانجال لكن نتيجة هذا الكلام دخل مورينيو وفاز باللقاء أيضا على معلمه فمورينيو فعليا رد اعتباره أمام من أقلوا تشيلسي وأمام من رفضوا برشلونة وأمام من يعتقد أنه المعلم الأوحد لمورينيو إلويس فانجال في بطولة واحدة وبحلقة الرمونتادات حكيت ما في رمونتادة مباشرة مباشرة نحو اللقب أقوى من رمونتادة ليفربول لما رجع بالثلاثة سفر لثلاثة ثلاثة وهزم ميلان في نهاية 2005 في إسطنبول بسبحت سنتين بالضبط وفي أثناء يعني مش بعيد كثير ميلان بتجي فرصة أخرى للانتقام بواجه ليفربول وما بيرلط أبدا ميلان بفوز 2-1 وبحقق انتقام سريع ما دام أكثر من سنتين من ليفربول وتوج كارلو عن شلوتي مع ميلان بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا ووضع ميلان في تلك اللحظة بعيدا شوية عن الآخرين بسبع ألقاب دوري أبطال وليخلى هذا الانتقام له قيمة كبيرة انه يعني معظم اللاعبين ميلان كانوا موجودين اللي خسروا 2005 من بيرلو لقاتوزو لكاكا لأسماء أخرى في حد الخط الدفاع نستا ومالديني كانوا موجودين أيضا في 2007 فكان رد اعتبار لأنشلوتي ولللاعبين الروحى رقم واحد وأنا هاي بد نسبة إلي الانتقام المفضل الجميع بيعرف شو صار بنهاية 99 بارامينغ بتقدم لعند الوقت بدل الضايا ويجي مان يونايتد يهزموا 2-1 والجميع ربما بيذكر شو صار بالألفين لما ريال مدريد واجه بايرل مينغ بنصف النهائي ريال فاز بالذهاب 2-0 وبالقياب عاصفة هجمات مستمرنا لبايرل مينغ قدر يفوز 2-1 لكن ما تأهل رغم أنه اللقاء شهد كمية فرص لبايرل ممكن كان يكفي يتأهل بـ 65-1 ورغم ذلك فشل وخرج أمام الريال سنة الألفين اللي توج فيها ريال مدريد وبالفين وواحد يجى بايرل مينغ دخل دور المجموعات بدايته كانت سيئة تصدر عليه مين؟ فالنزيا وبايرل طلع في المركز الثاني في ألفين ألفين وواحد بايرل مينغ بواجه من يونايتد في دور الثمانية لقاء انتقام بلا نقاش بايرل بروح فائز 1-0 في إنجرترا 2-1 في ألمانيا يبيد أهل لنصف النهائي بواجه ريال مدريد وبايرل ماخذ عهد ههزمكم ذهاب إياب لكل من جرحني مرة ثانية 1-0 في مدريد 2-1 في ميونيخ بايرل بروح للنهائي على فالنزيا اللي تصدر عليه في دور المجموعات ويهزمه في النهائي ويفوز بفارق ركرات الترجيح باللقب بايرل في طريقه لللقب 2001 انتقم من ثلاث فرق أذو أوربيا ربما بسمعته زي دور الأول في دور المجموعات أو في حضوضه وفرصه زي ريال مدريد ومان يونايتد انتقام ثلاثي في بطولة واحدة في طريق مباشرة نحو الكأس كانت مع الباباريين اليوم بدنا نشوف مين بدو ينتقم وكالعادي بحكي لكم بالتعليقات تتركونا لايك وبتحكونا أيضا شو بتحبوا توب فايف نعملها وشو توب فايف عندكم للانتقامات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة